هذا القرار دي رئيس الحكومة هو قرار دي المؤسسة الدستورية دي الحكومة بناتو على قرار دي المؤسسة الدستورية أخرى دي المجلس الدستوري ويكي حلونا نستغرب هذا الرد الفعل التي في كل أحوال هي غير مؤسساتية لأنه إذا تفهمنا في جلسة أولى نوع من النقاش السياسي لكن المطلوب اليوم هو أرض مؤسساتي باللجوء إلى المجلس الدستوري كاختيار أول وعرض نظام الداخلي عليه الذي تأخر لأكثر من سنة نحن لن نتفهم التأخر أو باللجوء إلى العلية التصاصة السميع البصاري التي تقول في الموضوع بمعنى في نهاية المطاف أي خلاف بالمؤسسات يجب أن يكون علاجه بلغة مؤسساتية وليس بشيء آخر إذا الحكومة مقتنعة بصوبة قرارها مقتنعة بأنه قرار يدخل في إطار تفعيل الدستور لأن الدستور في الفصل المئة يقول أن الجلسة اللي عندها طبيعة عمومية هي جلسة الأسئلة والأجوبة وليس شيئا آخر الإحاطات خارجة عن هذا المنطقة الدستوري وهذا ما أكده المجلس الدستوري والحكومة قامت بتطبيقه من خلال حدف فقرة الإحاطات كما كان تمارس من البت العمومي